السلام عليكم ورحمة الله لو كان في محرك السيارة أصوات غريبة وغير عادية مثل الصوت التالي أو الصوت التالي أو الصوت التالي أو الصوت التالي فبالتأكيد أنه في مشكلة في محرك السيارة ويجب إصلاحها بأسرع وقت ممكن والأصوات غير طبيعية في المحرك بتدل غالبا على وجود مشكلة يجب التنبه إلها وإصلاحها بأسرع وقت ممكن حتى لا ينتهي الأمر بإنهيار وتلف المحرك بشكل كامل وغالبا ما بيكون سبب الأصوات غير طبيعية من المحرك زيادة الخلوص بين الفراغات في المحرك والمحرك بيكون في فراغات بتفصل بين الأجزاء المتحركة داخل المحرك مثل البستن أو المكبس وجدران الإصطوانة وازدياد هذه الفراغات بين الأجزاء الداخلية رح يتسبب بأصوات غير طبيعية وضجيج وهذا الشيء يعتبر مؤشر على زيادة هذه الفراغات وعلى وجود مشاكل داخل المحرك في بعض الحالات قد تحتاج إلى توضيب المحرك أو استبدال المحرك بشكل كامل في هذا المقطع رح نتعرف بشكل مفصل على أهم الأصوات اللي بتظهر عند وجود مشاكل في المحرك المشكلة الأولى أصوات وضوضاء من مجموعة الصمامات أو البلوف هذا الصوت مصدر مجموعة البلوف أو الصمامات اللي بتكون في رأس المحرك طبعا يوجد لكل إصطوانة على الأقل بلف للسحب وبلف لطرد الغازات العادم في شوط العادم وهذه البلوف يتم إدارته وفتحه وإغلاقه بواسط عمود التيمن أو الكاملات بالتالي رح يكون فيه كامل مخصصة لكل بلف بتقوم بالضغط على رأس البلف لفتح وأغلاق هذا البلف بالوقت المناسب ولذلك يتم فصل الكامل على البلف بواسط زيت المحرك لتقليل احتكاك بينهما هذا الصوت شاعج جدا في فصل الشتاء أو الأجواء الباردة وبشكل عام معظم السيارات الحديثة بتم استخدام زيوت خفيفة فيها مثل الخمسة W30 وكما هو معروف زيوت المحرك كل ما قلت درجة حرارة الجو الخارجية رح تنخفض لزوجة الزيت وبمعنى آخر أنه سماكة الزيت اللي بتفصل بين الكامل والبلوف رح تكون قليل عند بداية تشغيل محرك لما تكون الأجواء الخارجية باردة وبالتالي ممكن سماع هذا الصوت بشكل واضح في الأجواء الباردة وبستمر هذا الصوت لبضع الدقائق حتى يسخن محرك السيارة وعندها رح ترتفع له زوجة الزيت وتزداد سماكته وبعد ذلك رح يختفي الصوت على كل إن هذه المشكلة أيضا قد تحدث بسبب زيادة الفراغ أو الخلوص في مكان أو أكثر في مجموعة بلوف المحرك أو عند ضبط الخلوص بشكل خاطئ للبلوف أو قلة التزييد والصوت كما هو ملاحظ في المقطع السابق عبارة عن دق خفيف ومستمر وصادر من الجزء العلوي للمحرك وإمكانك تسمعه بشكل واضح عند السرعة الخاملة والمقصود بالسرعة الخاملة المحرك بعمل والسيارة متوقفة أيضا هذا الصوت بظهر عند انكسار نابض البلف أو حدود ثآكل في الكامل الموجودة في عمود التيم المشكلة الثانية أصوات من سير الكتين هذا الصوت بصدر من مقدمة المحرك وبإمكانك تسمعه بشكل واضح عند تقليل السرعة والسبب في ذلك سير الكتين أو سير التقسيم وكما هو معروف وظيفة سير الكتين تدوير عمود التايمين أو الكامات عن طريق ربطه بعمود الكرنك وسير الكتين مهم جدا لضمان التزامن بين عمود الكرنك وعمود التايمين وبالتالي ضمان تشغيل المحرك بشكل صحيح أسباب هذا الصوت غالبا متكون إما بسبب ارتخاء الجنزير اللي رح يرتطم بغطاء التقسيم أو ارتخاء السير اللي رح يرتطم ببكرات الشد وللإصلاح يجب ضبط سير الكتين أو التقسيم بشكل صحيح والتأكد من عدم ارتخاء الجنزير أو السير المشكلة الثالثة أصوات من البستن أو المكبس هذه المشكلة بتعرف بالبستن سلاب أو خبط المكبس ولو لاحظت الصوت في المقطع عبارة عن صوت أجوف يمكن سماعه بشكل واضح عند الضغط على دعسة الوقود لما يكون محرك بارد هذه المشكلة باختصار سبب حدوث تأكلات أدت إلى زيادة الفراغ بين المكبس وجدران الإصطوان وبالتالي أسبابها بتكمن بما يلي حدوث تأكل في جدران المكبس تأكل في جدران الإصطوانة أو عدم استقامة في ذراع التوصيل أو ما يعرف بالconnecting road أو تأكل في كراسي ذراع التوصيل ولتحديد مكان الإصطوان البصدر منها الصوت قم أولا بمنع الإشعال عن الإصطوانة وراح تلاحظ انخفاض الصوت بشكل كبير أو اختفاءه بشكل كامل وطبعا علشان تفصل الإشعال هذا الأمر بتم إما عن طريق فصل الكياب الواصلة للبواجي أو عن طريق فصل البخاخات والإصلاح هذه المشكلة لازم ينعمل المحرك توظيب وربما بتحتاج إلى عمل خراط الإصطوانات البصدر منها الصوت أو استبدال المكبس البستون في بعض الحالات المشكلة ممكن تكون من ذراع التوصيل connecting road وبالتالي كلفة الإصلاح غالبا في هذه المشكلة عالية وربما في بعض الحالات من الأفضل استبدال المحرك بشكل كامل ومعلومة مهمة جدا عندما يكون الصوت مصدره داخل المحرك لتحديد الإصطوان البصدر منها الصوت دائما قم أبنع للشعال عن الإصطوانات أما عن طريق فصل الكياب الواصلة للبواجي أو عن طريق فصل البخاخات والسبب في ذلك أنه في شوط الاحتراق داخل المحرك رح ينتج ضغوط عالي جدا نتيجة انفجار الخليط بالتالي أجزاء الداخلية داخل الإصطوانة رح تتعرض ضغوط هائل جدا نتيجة انفجار خليط الهواء الوقود لذلك عند فصل الإشعال عن هذه الإصطوانات هذا الأمر يعني أنه لن يحدث احتراق في تلك الإصطوانة نتيجة لذلك رح تقل القوة والضغط في تلك الإصطوانة وبالتالي رح تقل القوة على المكابس والمحامل لإنتاج الأصوات هذا الأمر رح يتسبب برخفاض كبير في الصوت أو اختفاه بشكل كامل المشكلة الرابعة والأخيرة رح نناقشها في هذا المقطع الأصوات القادمة من كراسي عمود الكرنك كراسي عمود الكرنك بتفصل بين عمود الكرنك وذراع التوصيل وهذا الصوت مصدر عن زيادة الخلوص أو الفراغ بين الكراسي وذراع التوصيل وهذا الصوت بيكون على شكل نقر خفيف إلى عالي كل ما زاد الفراغ بين الكراسي وعمود التوصيل رح يزداد الصوت والصوت بيكون على شكل خبط عميق ومستمر معنى آخر عبارة عن نقر معدني كل ما زادت السرعة غالبا ما رح يزداد الصوت والصوت هذا أيضا بإمكانك تسمع بشكل واضح سواء في السرعة الخاملة أي عندما يعمل محرك والسيارة متوقفة أو عند السرعات أكثر من 35 كم في الساعة وأيضا إذا قمت بمنع الاشتعال على الإصطوال البتعاني من هذه المشكلة رح يقل الصوت بشكل ملحوظ والإصلاح هذه المشكلة غالبا تحتاج إلى عمل توظيم للمحرك واستبدال أجزاء التالفة مثل كراسي وعامود الكرانك وذراع التوصيل وفي كثير من الحالات بيكون من الأفضل استبدال المحرك بآخر جديد خاصة إذا كانت الأصوات عالية جدا لأن هذا مؤشر على حدوث تآكلات كبيرة في المحرك وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة وإذا كان عندك أي تساؤل عن أصوات أو الضوضاء اللي بتصدر من المحرك اكتب المشكلة في التعليقات